صباح الخير والبعض أيضا يستغل هذه الحاجة وبالتالي ينتهي فيهم الموضوع إلى خلف القضمان للأسف راح نتكلم أكثر عن هذه الظاهرة ويسعدنا أننا اليوم يكون معنا في استيديو صباح الخير كويت لستاذة أنعام حيدر المحامية أمام محكمة التمييز والدستورية العلية صباح الخير صباحكم ورد صباح الخير استاذة أنعام حيدر ويدنا نسولف عن هذه القروض وأنواعها ونبي الضوابط الاشرافية الموجودة على هذا فيه بالأساس نحن عندنا اليوم القانون الرقم 32 لسنة 68 بشأن النقد والبنك المركزي نحن اليوم هذا القانون نظم هذه العملية اليوم عندنا يفترض أنه لم تتكلم عن البنوك هذه البنوك المحلية عمل هذه البنوك هو تحت شراف هذا البنك اليوم البنك هذا المركزي سن القانون وحط لنا القانون وحط لنا الضوابط للمفروض أن الشخص المواطن أو المقيم شنون يقدر ياخذ فيها اللي هي مسألة القروض نعم عندنا القروض نوعين عندنا القروض استهلاكية وهذه عادة يعني القانون خلاها لإيه يتكون فترتها تقريبا لا تتجاوز الخمس سنوات حق سيارات حق غيرها يعني تكون استهلاكية الشخص يحتاج هذه القروض الخمس سنوات هذه طبعا كانت إحنا لو نشوفها من القانون البنك المركزي عنده تغيير دائما عنده قرارات أو تعاميم عادة يقوم بإصدارها بالنسبة حق البنوك يعني يصدرها للبنوك المحلية لكنها يعملها واحدة حق كل البنوك كانت خمسة أول ما طلعت بعدين فيما بعد صارت ثلاثة ردت الحين مرة ثانية خمس سنوات الحد الأقصى لها خمس سنوات اليوم قيمة القرض نفسها خمسة عشر ألف دينار نعم نتكلم عن القرض الثاني اللي هو أيضا يحق للمواطن أو المقيم أو عفوا المواطن المواطن هو ياخذ اللي هو القرض المقصط أو يسمونه الإسكاني هذا القرض عادة يكون الحد الأقصى لها سبعين الحد الأقصى سبعين ألف دينار غرضة وأهدافة أنه هو اليوم هذا القرض ترميم المنزل أو أني أنا أبي أشتري بيت لكن خليني أقول اليوم أنه أنا عندي هذا طبعا نقول أنه هو سبعين حد الأقصى لها سبعين خليني أقول أنه أنا ما أخذ القرض الأول اللي هو القرض الاستهلاكي اللي هو الخمستاش وما أخذ اللمت اللي هو الأعلى اللمت اللي هو الخمستاش ألف ما رح يعطوني الخمستاش ويعطوني سبعين يبقى لي خمسة وخمسين نعم لأنه ما يصير الدمج مثلا قرضين وهذه القروط كلها تحت شروط سنقول البنك المركزي تحت شروط إشرافة نعم دعنا نعرف ما هي الآلية التي تم الحصول على القرض فيها يعني هناك شروطنا أيضا أنا قاعد أقولك أنه هو البنك المركزي وهو اللي يضع هذه الضوابط تحت إشرافة اليوم البنك المركزي يضع لنا أيضا اللي يفترض شروط أنا لازم لازم تكون موجودة بالنسبة عندنا للمواطن أو المقيم إذا كان طبعا بالنسبة للمقيم اللي هو قاعد نقول لي هو الاستهلاكي بالنسبة للمواطن بالنسبة لسبعين والشروط واحدة في الأثنين عندنا المفروض أني أنا اليوم إذا كنت موظف قيمة الاستقطاع هذه مالتي ما تتجاوز الأربعين بالمئة من قيمة الراتب من قيمة الراتب كذلك عندي المفروض أني إذا أنا اليوم متقاعد أيضا المتقاعد اليوم يقدر أنه هو ياخذ قرد بس النسبة ما تكون أكثر الاستقطاع أكثر من ثلاثين بالمئة من راتبة نعم خلينا نشوف بعد عندنا اللي هو في فترة من الفترات سمعتوا فيها اللي هي موضوع البالون البالون اللي هي الدفعة الأخيرة نعم هذه أيضا الحين اليوم مموجودة آه خلاص شالوها شالوها عندنا طبعا هذه كلها يعني البنك المركزي يفترض أنه وسنها حماية للمواطن نعم بس هي في طياتها يعني إحنا ما نبين نقول بس يعني فيها بعض الأمور اللي تكون ممد صالح المواطن عندنا كذلك عندنا الآن اليوم لما نتكلم عنه الموضوع الالتزامات المفروض تكون مو أكثر لاستقطاع آكثر من أربعين 23 بالنسبة للمتقد وعندنا المفروض أنه ما يكون في بالون الفائدة نفسها اليوم الفائدة عندنا أيضا يفترض أني أنا تكون ثابتة بالنسبة للقروض الاستهلاكية تكون ثابتة وفقا لما حددها البنك المركزي عندنا اللي هو أيضا بالنسبة للقروض التي هي طويلة الأجلة وهي الإسكانية هذا يفترض أن البنك المحلي لما اليوم يعطي الشخص القرض يفترض أيضا كذلك أن أنا لما أعطي هذا القرض ما أزيد عن 2% بعد 5 سنوات تقول لي ليش 5 سنوات شوف الفكرة وين الآلية اليوم أنا عندي القرض الاستهلاكي مدتها لا تزيد عن 5 صح وفايدة فيش كثر ثابتة نعم أنا اليوم لما أي أتكلم عن الاستهلاكي ومدتها 5 سنة أول 5 سنوات تكون ثابتة فنحن نساوي في القرض الأولاني بعد 5 سنوات هنا أنا أقدر أزيد بس الزيادة طبعا شنو تكون بعد 5 سنوات هذه ما تزيد عن 2% من الفايدة لأساسا يعني سنها اللي أحاطها اللي هي معروضة من قبل البنك المركزي طيب نشوف البعض يلجأ لموضوع إعادة الجدولة خاصة إذا حسب أن قيمة الغرض كانت ثقيلة عليه أو أنه وده يريح نفس الزيادة فهي اللي عرفه أننا فيه موضوع إعادة الجدولة هذا شلون يمشي أو شين لالية طبعا إعادة الجدولة أيضا قام أقول لك إحنا اليوم عندنا اللي هو البنك المركزي متطور يعني عندنا فيه تغيير في القرارات هذه أو التعاميم هذه اللي قام يعممها على البنوك تيه إلى فترة يقول لك أنه هو موضوع الجدولة مفتوح تمام فترة ثانية تيه إلى يقول لك لا اليوم أنت ما فيه إعادة الجدولة خلاص اليوم شنو فيه؟ اليوم فيه ألفين آخر وفقا لآخر تغيير عندنا اللي هو فيه ألفين وخمستاش شهر سبعة وتم العمل فيه فيه شهر ثمانية يحق لك لكن بضوابط شنو الضوابط؟ يفترض أنك أنت تكون اليوم سدت من قيمة القرض هذه ثلاثين بالمئة حتى أسوي عادة الجدولة؟ عشان أقدر أسوي عادة الجدولة يعني إذا مثلا خلينا نقول القرض اللي أهوه الاستهلاكي خمس سنين لازم أن أكون مخلص منه كثر سنة ونص سنة ونص أبو خمس سنة يفترض أني أنا أكون كثر مخلص منه؟ ثلاث سنوات لا تمتحننا برياضيات لا نهم تعبانا برياضيات بس إيه يعني لا هذه سهلة يعني يفترض أني أنا يكون عندي مخلص منها قيمتها ثلاثين بالمئة الفايدة نفسها اليوم أيضا الفايدة يفترض أني أنا أأخذها شهر بشهر ما يصر أني أنا أأخذها سنويا قبل القروض في السنوات السابقة كنت أنت تأخذها مقدم يعني مثلا خلينا نقول أن الشخص هذا قرضة خمس ستعش ألف لكن يعطوني خمس ستعش ألف البنك المركزي يقول لك أنه يكون هناك في حاجة أو ضرورة لإعادة الجدولة طبعا البنوك المحلية اليوم قاعدة تعطي يعني مجرد ما أنه استوفى موضوع اللي أهل ثلاثين بالمئة ثلاثين بالمئة وأنه ما راح تكون التزاماته أكثر من أربعين في الامية فهنا على طول تعطي القرض نعم أستاذ العامل تشرت في الآمن الأخيرة أشخاص يسوون إعلانات معينة مستعدين لتكييش القروض شنو السر اللي وراهم نحن نقول أن البنك المركزي اليوم عنده ضوابط عنده ضوابط صحيح ونحن الضوابط أحنا ما ندري هل هي معه أو ضد وإن كنت يعني أنا برأيي الشخصي أشوف أنها في جزء منها ضد يعني حاجة المواطن اليوم لما أنا أي أقول أن الشخص ما المفروض يأخذ سيارة قيمتها أكثر من خمسة عشر ألف يعني الاستهلاكي ترى حطوه لأمور معينة يعني أنت المفروض أن كنت تبقي القياني الاستهلاك الطبيعي استهلاك سيارة ولازم قبل ما كان موجود هذا الموضوع قبل ما لازم تقدم فواتير الآن إذا تأخذ سيارة تقدم الفواتير المفروض أنت تثبت أنك أنت اليوم ليش ما أخذها القرض بالنسبة للإسكاني لازم تقدم أنك تشاريت البيت أو أنك ترمم خلينا نقول الآن أنا بأخذ سيارة السيارة أنا اليوم حديتني فيها أني أنا أخذ سيارة في قيمتها خمسة عشر ألف ولا سعر تفعد بالضبط اليوم أنا تقولي إذا أخذ القرض هذا بأخذها للعلاج أو بأخذها لأنني أنا كن يعني اللي هو الدراسة هنا أنت حديت الأشخاص إحنا المفروض لما نقول أننا ما أنا بنعطي قرض إحنا نحل ظاهرة أخرى مو أني أنا أمنع من القرض لأننا عندنا شغلة التي هي التحايل على القانون وهذا اللي استغل البعض يعني يعني ما فيه الحين حسب قوانين البنج المركزي إذا أنا بقدم قرض حق العلاج أو الدراسة ما فيه لا فيه موجود هذا الاستهلاكي هذا اللي هو حدك خمسة عشر ألف مع أننا أي دراسة دراسة ما مستعاش ألف نعم نحن قاعدين نقول الآن شنو اللي قاعد يصير اللي قاعد يصير أن أنا اليوم أنت حطيت لي لمت معين حطيت لي المفروض أني أنا السنوات نسبة معينة الناس ما قاموا تسوي ممكن يعني أننا فيه ظروف متغيرة فاش قاموا يصير يقال لك أنك المفروض أنك أنت تسكر قيمة القرض هذه عشان أنا أقدر أعطيك قرض ثاني قرض يديد يعني إذا ما خلصت الثلاث سنوات هذه زي أنا اليوم خذيت قرض بعد سنة احتشت شنو الحل شنو الحل الحل أنك أنت تسدد قرضك عشان أنت تقدم على قرضي دي خلينا يشوف شنون راح أسد قرضي أنا ما عندي وحني طلعون إعلانات التكيش هذه هي إعلانات التكيش في أننا اليوم أنا راح أسدد لك قرضك مقابل مبلغ يعني إذا أنت مطلوب اليوم خمسة عش ألف أو خلينا نقول ما أقول خمسة عش ألف لأني سنة بعد سنة أنا احتشت خلينا نقول أنا الحين اليوم مطلوب تقريبا ثلاثة عش ألف الثلاثة عش ألف هذه أنا راح أسكر لك ياها بس راح أخذها خمسة عش أنا هنا شنو صار عندي صار عندي فوائد من البنك وفايدة من الشخص كفسة أصبح أنت أرهقتني هنا أنت ما ساعتني أنت اليوم لما تفرض علي هذا الشروط أنت اليوم أرهقني كمواطن والأشخاص اللي برا البنك طبعا ما عليهم ضوابط من البنك المركزي لا الشو ما عليهم مو من البنك المركزي إحنا اليوم عليهم من قبل القانون إحنا عندنا شنو مثلا القضايا اللي نشوفها بالمحاكم من سبت الموضوع التكيش إحنا طبعا القانون ننظم هذه العملية المادة 230 من قانون الجزاء تكلمت صراحة عن هذي الأشخاص أو عن مو بالضرورة أن يكون يعني لسداد القرض اللي هو تكلمت عن الربى الفاحش وطبعا هذين الناس اللي يكيشون عادة يفترض أن تنطبق عليهم المادة 230 المادة 230 شو تقول تقول أي شخص استغل حاجة الإنسان أو هواه اليوم يعاقب طب الجريمة هذه لأنه يكون مرتكب لهذه الجريمة فيعاقب بعقوبة السنة اللي هي مدة لا تزيد عن سنة بالسجن بمدة لا تزيد عن سنة هذا منه الداءن نحن قلنا نتكلم حي مو عن اللي اقترب اللي حط إعلان وقال أنا بكيش اللي حط إعلان وكيش القانون نظمها على أساس أن هذا الشخص اليوم إذا بالفعل تبين وتأكد له أن اليوم هذا الشخص قام به اللي هي عملية مسألة التكيش يعاقب بالسجن بمدة لا تزيد عن السنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين مع بعض هذا بالنسبة للناس اللي تكيش كان فيه قبل مدة إعلانات كثيرة نشوف بالجرائد الإعلانية تقدر توقفت صح؟ طبعا توقفت لأنني أقول لك هذا مخالف للقانون مو قانون أنت اليوم أنت قاعد خالف وترى يعني لازم يفترض أن في هذه الجزئية هنا لازم أتكلم عن موضوع اليوم نبن نوع المواطنين مواطنيين نحن قاعد نتكلم عن موضوع القروض اليوم أنا لما أقعد أقول أن هذه المادة 230 يفترض أنها تحمي الشخص دعنا نقول لنا طبعا الناس اللي تكيش شا تسوي عادة الناس اللي تكيش عادة تأخذ على الشخص إقرار دين نعم أو توقع على كنبيالة أو توقع على وصل أمانة أو شيء أي كان نوع السند بس الأكثر اللي هو الإقرار الدين الشخص هذا تقدم بشكوه اللي هو الدائن تقدم بشكوه نحن في لغتنا اللي كيش كيش تقدم للجأ للقضاء واليوم طبعا قال عطيت أنا حد فلوس وما أردهم لي مثلا ما أرد لي ياهم وأنا أعطيت قطوناه بالسجن لا ما يقطونا بالسجن لازم المفروض أننا نعرف لما يكون قرار دين نحن أمام إجراءات اللي يفترض تتخذ ضدنا يعني السجن هذه بالنسبة للقضايا الجنائية خليك منها المدني أنت قاعد تتكلمنا الحين عن المدني نعم اليوم المدني المفروض أني أنا أعتبر مدين أنا الورقة هذه اللي عند الدائن يقدمها للقضاء طبعا أساس استصدار أمر أداء فيها بعد استصدار أمر الأداء يبدأ يأخذ إجراءاته ومن ضمنها اللي هي الضبط والإحضار بتأكيد وحبس المدين نعم خلنقول هذا المدين اليوم فعلا هو متضرر من النسبة هذه وحاس أنه هو مقادر أو عاجز عن السداد أو خلينا نقول حتى مو مسألة عاجز خلينا نقول أن هذا الشخص حاس أنه فعلا وقع في ربا فاحش يعني في العقد هذا نحن ممكن تجاوزنا وقت اللقاء أستاذ عام فيريت تعطينا العقوبة اللي تكون عليه عقوبة منه المدين والأمكيش المكيش قاعد أقول لك هي مادة 230 مادة 230 اللي هي السجن بمدلات تتجاوز السنة ولمكيش له هذا مجني عليه يفترض هذا مجني عليه يفترض وهو يتقدم في شكوى نعم قلنا هو يتقدم في شكوى للدعاء العام لكونها جنحة يتقدم في أنه بالفعل وقع عليه اللي هو الربا الفاحش أكيد هي ضائقة المالية طبعا ممكن نتحدد بعض حق بعض الأفعال لكن الجماعة المسألة فيها قانون وفيها يمكن نأخذ عطا كثير فندير بالنا والله إن شاء الله يعني فك خنقول لدين كل مدينة إن شاء الله شكرا جزيلا لضيفتنا الأستاذة أنعام حيدر المحامية أمام محكمة التمييز والدستورية العليا شكرا يا تشراف يا أستاذ نكمل معكم صلاة الخيري كويت